نمر الآن إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة القص بالنسبة للسيجمونت AC, CD و BD وكتابة مجموعة الفورس باتجاه Y تساوي 0 ومجموعة المومنت حول نقطة القص 1 أو 2 أو 3 تساوي 0 طبعاً هنا يعني في واقع الأمر الأربعمية هذه كانت هنا ضربناها في distance من هنا إلى هنا اللي هي distance اللي بتساوي أربعة إنشات فأربعمية في أربع إنشات راح تعطيني مومنت بألف وستمائة باوند multiplied by إنش ونفس هالقوة هذه بتنتقل للنقطة D وتصبح عندي قوة مركزة في النقطة D يعني هنا زي ما تشوفوا عوضنا الأربعمية بفورس 400 and a couple 1600 في النقطة D وهذه زي ما شفناها في الشابتر الثالث نبدأ هنا التحليل متاعنا طبعاً هنا عشان أغطي كل مناطق الكاميرا هنا عندي قطع أول في السيجمونت من A لC وبعدين عندي قطع ثاني قبل الconcentrated load والمومنت وقطع ثالث بعدهم أبدأ بالقطع الأول from A to C هنا عندي القطع رقم واحد رح أكتب مجموع الفورس باتجاه ال-Y بتساوي سفر لو خذت مثلاً القطع الأول يعني هو رسمة زي كده طبعاً أخلي بالي هنا ال-V دايماً نزل تحت والمومنت بتدور عقصة عقار بالساعة فلو كتبت مجموع الفورس باتجاه ال-Y رح تجي عندي موجب 515 سالب 40X سالب V طبعاً ال-40X هذه هي عبارة على ال-40 اللي هي قيمة القوة المنتشرة ضارب المسافة من هنا اللي أنا سميتها X لو عملت العملية الحسابية متاعي رح أجد أنها V بتساوي 515 سالب 40X أكتب الآن مجموع المومنت حول القطع الأول يعني هذا هي النقطة رقم واحد القطع الأول مجموع المومنت حولها بتساوي سفر فعندي هنا موجب المومنت لأنها بتدور ضد عقار بالساعة بعدين عندي موجب 40X ضارب X على 2 لأن موجب طبعاً لأنها بتدور عكس عقار بالساعة وعندي هنا سالب 515 لأنها بتدور مع عقار بالساعة ضارب المسافة من هنا إلى هنا اللي هي المسافة من السيبورت إلى نقطة القص رقم واحد اللي هي بتساوي X من بعد ذلك تحصل على الكتابة التالية يعني المومنت بيساوي 515X سالب 20X تربيع نفس الطريقة الآن بتطبقها في السيجمنت من C ل D لو عملت القطع من C ل D هنا رح تحصل على الرسمة التالية وطبعاً أسوي نفس الستيبس أكتب مجموعة الفورسز باتجاه ال Y بتساوي سفر زي ما كتبتها هنا فلو كتبتها الآن رح يكون عندي 515 موجب سالب V وهنا سالب 480 اللي هي الأربعين قيمة القوة المنتشرة ضارب المسافة من هنا إلى هنا اللي هي 12 إنش 40 في 12 بتساوي 480 نازلة تحت لأنها عكس المحور Y مع العلم أنه أي قوة صعدة فوق يعني موجبة وأي قوة نازلة تحت سالبة وعملت العملية الحسابية رح أجد V بتساوي 35 باوند أمر الآن إلى المومنت في النقطة الثانية هذه هي النقطة رقم 2 رح أكتب مجموعة المومنت حولها النقطة الثانية تساوي سفر مع العلم أنه كل دوران ضد عقارب الساعة بيعتبر موجب بالنسبة للمومنت سالب 515 هذه بتدور مع عقارب الساعة رح تكون في إشارة سالبة هنا ضارب X وهذه بالنسبة للقوة 515 موجب 480 ضارب المسافة من هنا هنا اللي هي بتساوي X ناقص 6 يعني من هنا هنا أنا عندي 6 إنش يعني من هنا هنا هي X ناقص 6 طبعا مع المومنت المتبقي هنا كله بيساوي سفر لو عملت العملية الحسابية رح أجد المومنت بيساوي 280 مع 35 X pound multiplied by inch أمر الآن إلى القطع الثالث اللي هو هنا في السيجمنت من B ل D طبعا هنا حسب الرسمة التالية أكتب نفس الشيء مجموعة الفرسس باتجاه ال Y بتساوي سفر زي ما كتبتها في السيجمنت اللي قبلوهم A C و C D فهنا عندي 515 موجب سالب 480 لأنها نزلة تحت سالب 400 pound آه هنا وموجب أو سالب V لأنها نزلة تحت طبعا سالب أيضا V كلها بتساوي سفر لو حسبت V بتساوي سالب 365 pound أمر الآن إلى المومنت بالنسبة للمومنت عندي سالب 500 و 15 ضرب المسافة X كلها طبعا سالب لأنها بتدور مع عقارب الساعة بعدين 480 ضرب X حسبت X-6 موجب لأنها بتدور ضد عقارب الساعة عندي المومنت هذا أيضا بيدور مع عقارب الساعة فهيكون سالب بعدين عندي 400 هذه ضرب المسافة من هنا اللي هي X-18 مع المومنت الآخر هذا M بتساوي سفر لو عملت العملية الحسابية رح أجد العبارة التالية بالنسبة للمومنت طبعا وكون كده جبت المومنت في السيجمنت أمر الآن للرسمة النهائية طبعا من IDC عندي V بتساوي 515 سالب 40 لو عايز أرسمها بالنسبة لX بتساوي 0 أعوض هنا X بالسفر بالنسبة لX بتساوي 0 رح تأتيني V بتساوي 515 باوند آي هنا 515 بالنسبة للX بتساوي 12 إنش لو عوضت هنا X بـ 12 إنش رح أجد أنها V بتساوي 35 باوند طبعا بعدها بالنسبة للمومنت أيضا عوض مرة بـ X بتساوي 0 رح أجد المومنت بساوي 0 وعوض بـ X بتساوي 12 إنش رح أجد أنه المومنت بساوي 3300 باوند ملتبلاي باي إنش بتحصل على النقطة هذه طبعا الآن من هنا إلى هنا طالما عندي هنا قوة منتشرة رح تكون في كيرف زي ما نشوفه هنا على عكس لو كان عندي قوة مركزة لكان خط مستقيم بالتالي أمر الآن إلى الجزء من C لـ D من هنا إلى هنا إزاي يرسمه عندي هنا الـ X سواء كانت 12 إنش أو 18 إنش ثابتة زي ما تشوفه هنا 35 فرح أمر بطريقة ثابتة من نقطة C للنقطة D بالنسبة للمومنت رح تكون خطية لينير ولو عايزين بنعوض هنا المرة الـ X بـ 12 إنش وأحسب المومنت ومرة الـ X بـ 18 إنش وأحسب المومنت المومنت هنا طبعا رح تأعطيني 3300 pound multiplied by إنش وهنا رح تأعطيني 3510 pound multiplied by إنش أمر الآن إلى النقطة أن الجهة اليمنى من النقطة D طبعا هنا في السيجمنت من D لB الـ V بتساوي سالب 365 يعني هنا سالب 365 إلى آخر الكاميرا طبعا هنا لو عايز أرسم الخطوط رح تحصل على الرسمة التالية أصل بين النقاط فتحصل على الرسمة التالية طبعا كل ما وفوق الصفر رح يكون موجب وكل ما وتحت الصفر رح يكون سالب بالنسبة للمومنت هنا لو عوضت الـ X هذه مرة بX بتساوي 18 إنش ومرة بX بتساوي 32 إنش رح تحصل على المومنت هنا بساوي 3510 pound per إنش وهنا المومنت رح يساوي طبعا سفر وكون كده رسمت آخر جزء من المومنت ورح يكون أيضا خط لينير ويكون كله موجب لأنه فوق السفر وكون كده سويت الرسمة بالنسبة للشير فورس والرسمة بالنسبة للباندينج مومنت الآن رح تكلم على العقلاقة بين الرسومات الموجودة على الكاميرا يعني الأحمال الموجودة على الكاميرا ورسمة الشير فورس والباندينج مومنت إيش العلاقة بينهم طبعا هنا عندي 515 صاعدة فوق هي نفسها هذه وعندي هنا 40 ضارب 12 اللي هي 480 لو طرحت 515 من 480 رح أجد 35 اللي هي النقطة هذه يعني نزلت من النقطة الأولى للنقطة الثانية بقيمة 480 باوند لأن هنا الأحمال الموزعة نازلة تحت بعدين من هنا هنا ما فيه ولا شي فرح أحافظ على نفس الشير فورس هنا بنزل ب400 فبالنسبة إلي 35 ناقص 400 رح تساوي سالب 365 اللي هي هنا سالب 365 أنزل بقيمة 400 هنا من هنا هنا ما عندي ولا قوة فرح أواصل بصفة ثابتة بالنسبة للشير فورس إلى أن أصل إلى سالب 365 في آخر نقطة اللي هي النقطة بين هي نفسها ردة الفعل هذه بالنسبة للمومنت طبعا أول الكاميرا وآخر الكاميرا المومنت سفر زي ما نشوف هنا ما عنديش أي مومنت في أول أو آخر الكاميرا بعدين في النقطة هذه لو حسبت 365 ضارب المسافة اللي هي 32 ناقص 18 يعني المسافة 14 إنش رح أجد 5111 وكون رسمت هذا الجزء من الدياغرام بعدين هنا شوف في مومنت بـ 1600 لو عملت 5110 ناقص 1600 رح أجد 3510 اللي هي القيمة هذه 3510 بعدين 3510 لو طرحت منها الـ 400 ضارب 6 رح تحصل على 3300 لهذه النقطة هذه طبعا من هنا الهين رح تكون كورف ليش لأنه عندي هنا distributed load شكرا على الانتباه